من موجز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم والبداية من صحيفة النهار وفيها مقال بعنوان بعبد تسرعت خطأ بروتوكولي أم استجداء لبركة رسولية لم يكن إعلان رئاسة الجمهورية عن موعد زيارة البابا فرانسيس لبنان في حزيران المقبل موفقا ولم يخدم حتما الأهداف الكامنة وراءه وهي صغيرة مقارنة مع الرسائل الكبيرة التي يحرص الكرسي الرسولي على توجيهها إلى اللبنانيين للوهلة الأولى قد يبدو أن الرئاسة بتسرعها في الأعلان عن الزيارة ارتكبت خطأ بروتوكوليا بالقفز على الإجراءات المعتمدة في أي زيارة يعتزم رأس الكنيسة الكاثوليكية القيام بها ذلك أن مثل هذا الأعلان يصدر عن الفاتيكان نفسه لكن الواقع يختلف وجاءت ندائجه سيئة في الشكل كما في المضمون معكس في شكل واضح استياء فاتيكانيا من الإجراء الرئاسي الأكيد أن الزيارة ستحصل مبدئيا في حزيران ولكن الأعلان عنها من لبنان أساء إلى أهدافها وقلل من وقعها لأنه حمل في طياته أهدافا لا تنسجم مع الأهداف التي يصب إليها البابا والواقع أن الزيارة ليست خبرا مفاجئا فالبطريارك الماروني بشار الراعي على دراية بها منذ نحو ثلاثة أسابيع ولكنه لم يبادر في أي مناسبة للحديث عنها احتراما للمسار الدبلوماسي والبروتوكول المعتمد في الفاتيكان وتعكس هذه الدوافع وفق المصادر موصفته باستشراس تحالف السلطة القائم على حزب الله والتيار الوطني الحر لتعويم العهد والحصول على البركة الفاتيكانية للاستحقاق الرئاسي وإلى صحيفة الأخبار وموضوع الساعة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي الذي ينهي مفاوضاته أو زيارة بعثته اليوم أو غدا على أمل توقيع عقد أولي مع لبنان الأخبار تنشر بنود الاتفاق مع صندوق النقد عمليا لا يمكن تسمية ما سيتفق عليه مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمولي بالاتفاق بل هو مشروع اتفاق لا يرتب أي التزامات على أي طرف رغم ذلك سيعلن الرئيس نجيب ميقاتي ونائبه سعد الشامي أن حكومته أنجزت المهمة التي التزمت بها يوم التكليف ويتحول الأعلان عن الاتفاق إلى مجرد مهرجان انتخابي وهذا الأمر واضح للعيان في السجال المتصل بالشروط المسبقة التي سيلتزم لبنان بتنفيذها مسبقا قبل توقيع الاتفاق النهائي وهي شروط لا اتفاق مسبقا على كيفية التفاوض عليها وما هي حدود لبنان واستراتيجيته وأهدافه والشروط الخمسة هي تطقيق في مصرف لبنان إقرار قانون الكابيتل كونترول موافقة البرلمان على قانون موازنة 2022 إقرار تعديلات بنيوية على قانون السرية المصرفية قانون إعادة هيكلة المصارف وبحسب النقاش فأن لبنان مطالب بالتزام تطبيق الشروط الخمسة مسبقا قبل الاتفاق النهائي فهل يلتزم بها لبنان؟ بالنسبة إلى الشرط الثاني فأن رئيس مجلس النواب نبيهبر لا يزال رافضا إقرار قانون الكابيتل كونترول ويقول مقربون من الرئيس ميقاتي إن الأخير تحدث أربع مرات مع رئيس المجلس بشأن هذا القانون المطلوب من صندوق النقد كشرط مسبق لكن بري ما زال مصرا على الرافض ترجمة نانسي قنقر